مساء الخير على كل متابعين اليوم السابع النهاردة هنتكلم على أهم توقعات الأبراج في 2022 على الصعيد المهني طبعاً أول برج على الصعيد المهني يعني ما شاء الله هيزدهر جداً برج العقرب لأنه برج زكي جداً برج بيعرف يخطط لمستقبله بيعمل قطط وبينفزها ولما بيحطه قدامه هدف لازم بيوصل ليه البرج الثاني برج الكوس كمان برج الكوس بيعرف إزاي يصيب الهدف بتاعه وبيفضر ولا حلمه وكمان ثقافته وحبه للمعرفة وتطلعه حتى المجالات اللي هو مش عارفها المجالات الجديدة دي بتخليه كمان تفتح قدامه أفاق جديدة ومجالات جديدة وبيوصل اللي هو عاوزه بس إيه ما يقس مش عايزة يقس لأن إن شاء الله حظه كويس جداً على الصعيد المهني البرج الثالث في الإزدهار برضو في الناحية العملية هو برج الحمل برج الحمل كمان مسابر جداً وبيركز يعني من الأبراج اللي بتركز جداً في حياتها العملية ما بيخليش أي حاجة تأثر عليه ولا ناحية عطفية ولا يعني أهم حاجة عنده العمل ومستقبله وكلمته مع الناس بس لأنه هو دايماً بيحب يبقى له كلمة ويلتزم بكلمته وبوعده في العمل فده كمان هيخليه يزدهر على الصعيد المهني جداً كمان البرج الجوزاء من الأبراج اللي برضو عندها إزدهار بس عايزة أقوله نصيحة هو قد إيه زكي وقد إيه طموح وقد إيه مجتهد بس غروره يعني ممكن شوية يعطله أو يعني الثقة بالنفس حلوة بس المهم ما تقلبشه بغرور فهي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تأخر شوية أو تعطل برج الجوزاء فبقوله يعني ابعد عن الغرور شوية وإن شاء الله ليك إزدهار وعلو شأن جامد هنتكلم بقى على طبعاً مش معنى كده إن بقية الأبراج مش عندها حظ لإن شاء الله برضو عندهم حظ بس أنا هدي شوية نصايح لبعض الأبراج هي دي يمكن اللي بتأخر الحظ عندها أو اللي بتخليها بتضيع منهم فرص كتير نتكلم مثلاً عن برج الصور برج الصور كمان عملي وبيحب شغله مخلص جداً ولكن العند يعني أنت الغرور مش حلو والعند مش حلو أنت ممكن تبقى مغروق يعني تبقى عنيد بالزيادة أو تبقى ممكن تعنت في حاجة غلط أنت شايفها صح لأن أنت يعني شايف رأيك بس أو دماغك بس هي اللي أنت مقتنع بيها فأنا بقولك بلاش العند ويعني مخابة من استشار برج الأسد بقوله يسعى أكتر من كده خسارة زكائك خسارة موهبتك خسارة أن أنت محبوب وليك علاقات اجتماعية كتيرة وحلوة جداً بس مش بتستغلها بحكم أن أنت بتستنى الفرص تجي لك لحد عندك فأنا بقولك لا اسعى لأن أنت لما هتسعى إن شاء الله هتتفتح قدامك مجالات جديدة برج العزراء كمان من الأبراج اللي بتركز جداً في مستقبلها وفي الناحية المادية يعني الناحية المادية عندهم مهمة جداً بس يمكن الحاجة اللي بتأخرهم الغرور الزايد يعني الغرور الزايد مش حلو بيضيع منك فرص كتيرة ولازم تتنازل شوية وحتى لو الفرصة اللي أنت عايزها مش يعني لسه ما جاتش ممكن ترضى بالفرصة الأقل لما تجي لك لأن إن شاء الله يجي لك الأحسن لكن ما ترفضش لأن أنت بترفق فرص كتير وبتضيعها منك بحكم أن أنت بتقول لسه يعني أنا أستهل حاجة أحسن آه أنت تستهل أحسن بس ما تضيعش منك فرص حتى لو هي أقل برج الميزان برج الميزان زكي جداً جداً لكن مشكلته في التردد تردد في اتخاذ القرارات يعني هعمل كذا؟ لا مش هعمل كذا التردد ده بيضيع منك فرص كتير جداً فبقولك خيف شوية ما التردد برج الجدي من الأبراج اللي بتزدهر عملياً جداً وبتوصل اللي هي عايزة بس فجأة كل ده ممكن يضيع في لحظة بسبب العند يعني لدرجة يعني لدرجة أنه ممكن حتى يقنت في مصلحته فبعد ما بيزدهر وبيوصل اللي هو عاوزه ممكن يرجع كذا خطوة الوراء فبقولك خلي بالك مش كل الناس رأيها غلط لا فيه ناس قريبين منك بيخافوا عليك اسمع كلامهم مش يعني مش هتخسر حاجة الناس بس اللي انت تحس ان هم قلبهم عليك لكن العند او ان انت ما تسمعش كلام حد دي هي دي اللي بترجع الفرص برج الدلو برج الدلو افكاره حلوة وزكية جدا لكن افكاره ممكن حد ياخدها يشتغل بيها وينجح فلو عندك فكرة نفذها انت عندك مشكلة شوية في التنفيذ يعني لازم تنفذ الفكرة اللي عندك خسارة زكائك استغله برج الحوت انت صحيح مش طماع بس مش بتسعة يعني اسعة شوية لان انت فنان زكي موهوب فخسارة ده كله في ان انت مش بتسعة عايز الفرصة تجيرك برضو لحد عندك في النهاية بقول طبعا بتمنى الحظ الحلو لكل الابراج بتمنى الناس كلها تسعة وتتفائل وان شاء الله السنة الجاية احسن من اللي فاتت